تراجع في سعر صرف الليرة السورية أمام العمولات الأجنبية مستمر في مناطق سيطرة النظام مما يزيد من الضغوط المعيشية في البلاد مع تآكل مداخل المواطنين متجاوزا حدود 500 ليرة سورية سجلت دولار ارتفاعا جديدا وهو ما رده تقرير مركز دمشق للأبحاث إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي لتأمين استيراد بعض السلع الأساسية إضافة إلى استمرار السوق بحالة الترقب للتطورات العسكرية والسياسية مع أنباء عن حالة تخوف شديدة في أوساط تجار دمشق والإسراع إلى تحويل أموالهم إلى القطع الأجنبي على الرغم من أن مصر في سوريا المركزي مستمر في تثبيت سعر صرف الليرة دون 450 ليرة إلا أن دخل مصر في كميات كبيرة من العملة السورية في الأسواق دون التدخل في ضبط حركة البيع والشراء للدولار في السوق السوداء شكل عاملا إضافيا لتبدل سعر صرف الليرة عقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية مستمرة على عدد من التجار والشخصيات المقربة من أعلى هرم النظام والمتهمين أصلا بتشغيل رؤوس أموال مسؤولي رفيعي المناصب في البلاد عقوبات لعبت دورها في تزايد مخاوف السوق على ما يقول محللون لم تتمكن الليرة من الحفاظ على ثبات قيمتها خلال العام الماضي بعد تسجيلها تحسنا نسبيا ودخلت الليرة العام الجاري بخسائر إضافية لقيمتها إنعكست سلبا على معدل التضخم إلى جانب إنعكاس مماثل لطرح فئات نقدية جديدة في الأسواق المحلية دون تغطيتها إنتاجيا وخدميا وأرصدة بالعملات الأجنبية أسواق الذهب شهدت هي الأخرى ارتفاعا هو الأعلى منذ ستة أشهر بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق